موسيقى نشرة اخبارية موجزة من قناة المكلة أهلا بكم ناقش مجلس القيادة الرئاسية المستجدات الوطنية وفي مقدمتها تطورات السياسية والاقتصادية والخدمية والجهود الممذولة لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الانسانية ونظر المجلس خلال اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض نظر الى التقارير الحكومية حول التطورات المحلية ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس منها بما يتعلق بتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية وردع المضاربين بالعملات والرقابة على اسعار الخدمات والسلاع الاساسية كما اطلع الاجتماع على المستجدات الاقليمية والهجمات الارهابية الحوثية على الخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها واتخذ القرارات والتوصيات والمنجهات اللازمة بشأنها كما نوه مجلس القيادة باعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم للقوات خفل السواحل ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصن والارهاب وتهريب الاسلحة والجليم المنظمة فضلا عن تعهداتها بحزمات اكبر من الدعم التنموي خلال المرحلة المقبلة ناقش ممثل حزب الإصلاح في مجلس القيادة الرئاسي مع المستشار العسكري للمبعوث الأمامي إلى اليمن المستجدات العسكرية في الجزء الأقل المحرر من مارب واستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي وشدد اللقاء على ضرورة عادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقييم موقفها من الميليشيا الحوثية بعد أن أصبحت تشكل تهديدا مباشرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وكذا تأثير التصعيد على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن من جانبه أوضح المستشار الأممي حرص المجتمع الدولي على تحقيق الأمن والاستقرار وإنجاح عملية السلام وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن استعرضت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مهام فرق النزول الميداني لتقييم العمل التنظيمي للمجلس في المحافظات والبقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتلمس احتياجات المواطنين وأكدت الهيئة في اجتماعها برئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري على أهمية النزول الميداني إلى المحافظات من قبل الفرق المكلفة لتقييم العمل التنظيمي للهيئات المركزية والمحلية وأشددت على أهمية المهام المنوطة بفرق النزول الميداني في رفع مستوى الوعي السياسي لدى متسبي المجلس وعموم أبناء الجنوب وتوضيح الظروف السياسية المتعلقة بقضية شعب الجنوب والمواقف الإقليمية والدولية تجاهها اطلع رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري على سيل العملية التعليمية في مدارس العاصمة عدن والاستعدادات الجارية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجاري وشدد الكثيري خلال لقائه بالقيادات التربوية على ضرورة توفير بيئة ملائمة للطلاب أثناء فترة الامتحانات مشيدا بالجهود التي تبدلها قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن لمعالجة كل ما يتعلق بالمعلمين وسيل العملية التعليمية وتطرق اللقاء إلى عدد من الانشكاليات والقضايا العالقة التي واجهها التربويون والمعلمون والتي ألقت بظلالها على سيل العملية التعليمية استنكرت جامعة عدن اقتحام أطغم عسكرية مبنى الإدارة المحلية لمدرية البريقة وإجبار الأشغال العامة بصرف تراخيص بناء في أرض الحرم الجامعي ودانت الجامعة في بيان صادر عنها الأعمال والانتهاكات غير القانونية باستخدام القوة المسلحة بهدف الحصول على إفادات باطلة بالإكراه لصرف تراخيص بناء في أرض الحرم الجامعي وفق نص البيان وتؤكد جامعة عدن بأنها ستستمر في إجراءاتها التصعيدية القانونية في سبيل الحفاظ على هذه الأرض وعدم التفريط فيها مناشزة مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بالعاصمة للوقوف ضد الجهات المعتدية اختتمت بالعاصمة عدن الورشة الخاصة بالمراجعة النهائية لقاموس الإشارة التعليمي والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال وأنها 30 من خبراء لغة الإشارة المشاركين في الورشة من مختلف المحافظات المحررة المراجعة النهائية لآلاف الإشارات والمفاهيم الخاصة بلغة الإشارة لفئة الصم والتي احتواها قاموس لغة الإشارة التعليمي تسلمت السلطة المحلية بمديرية لودر بمحافظة أبيان مشروع نارة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية من الجهة المنفذة بتمويل من دولة الإمارات الشقيقة وشمل المشروع الذي يأتي برعاية متبعة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي شمل تركيب وحدات لنارة تعمل بالطاقة الشمسية بقوة 400 واط لكل وحدة في الشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة بالمديرية بهدف إضاءة الشوارع وتقليل الحوادث المرورية وتعزيز الأمن والسكينة العامة في الأسواق والأحياء التي كانت تعاني من ظلام دامس وجه محافظ سقطرة المهندس رأفة الثقالي مكتبي لشغال العامة والطرق وشرطة السير بالعمل على تهيئة الأماكن المخصصة لمركبات النقل الثقيل بميناء سقطرة وأكد المحافظ على سرعة العمل على تجهيز الموقع المخصص لمواقف المركبات الثقيلة بقرب من الميناء لتنظيم عملية دخولها وخروجها من الميناء هذا وثمنت نقابة النقل للمركبات الثقيلة تعاون السلطة المحلية وسرعة تجاوبها مع مطلب النقابة بإيجاد موقف مخصص للمركبات والعمل على تهيئته أهاب المجلس العام لأبناء المدريات الغربية أبناء المناطق الغربية برفع كافة النقاط التي استحدثت بعشوائية ودون الرجوع إلى أي مرجعية من مرجعيات المنطقة وأكد بيان المجلس العام إلى أن انتشار النقاط التابعة لحلف قبائل حضرموت في المناطق الغرب المكلة يعد مؤشرا مقلقا يستدعي توحيد المساعي لفهم المطالب الحقيقية لحضرموت وعبر البيان عن استعداد المجلس العام لأبناء المدريات الغربية للإسهام بفاعلية في تحقيق المطالب بطرق الملائمة داعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم عاجلا لدرء الفتنة ثلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية للمركز الصحي في قصيعر في مديرية الريدة وقصيعر ضمن حملة نفض الشرق لدعم المراكز الصحية في المناطق الشرقية لحضرموت وخلال التسليم أشاد نائب مدير مكتب الصحة بالمديرية واف الغرابي بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة مضيفا أن هذه الأجهزة الطبية الحديثة ستسهم بشكل كبير في تقفيف معاناة المرضى في المديرية وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة الإماراتية بتقديم الدعم الإنساني والصحي للأسر المحتاجة فتام الموجز إلى ذقاء